سيم طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة ولم يسمي لها مهرة وكان العقد عقدا شرعيا لا مدنية فما حكم ذلك العقد وما الأحكام المترتبة شرعا على هذا الطلاق جيم أولا النكاح إذا عقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين فهو نكاح صحيح سواء وثق أو لا ولا يشترط ذكر المهر في عقد النكاح فلو تزوجها بلا ذكر للمهر صح النكاح وكان للزوجة مخر المثل قال ابن قدامة رحمه الله النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم وقد دل على هذا قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لا صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ثانيا إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة فإن لم يسمى لها مهر فلها المتعة وإن سمي لها مهر فلها نصفه لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره الآيتان والمتعة غير مقدرة شرعة ولكنها تكون بحسب يسار الشخص وعسره فإن اتفقا على قدر معين فقد حصل المراد وإن اختلفا فالحاكم يحددها ثالثا إذا تم الطلاق قبل الدخول لكن مع وقوع خلوة كاملة يتمكن فيها من الدخول بها فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم من مذهبه والحنابلة إلى أن عليها العدة ولها المهر كاملة وقد جاء هذا عن عدد من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمار رضي الله عنهم ولهذه الخلوة شروط منها أن تكون مطاوعة وأن لا تمنعه من الوطء لو أراد فإذا كانت الخلوة قد حصلت فالواجب لهذه المرأة مغر المثل كاملة وإذا لم تحصل فليس لها إلا المتعة والله أعلم